عقدت الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لاجتماع ثاني لإنهاء إجراءات التأسيس بمقر التحالف في القهرة الجديدة اعتمدت الجمعية العامة خلال الاجتماع النظام الأساسي واللوائح الداخلية وخارطة طريق استراتيجية لعمل التحالف الوطني 2024-2030 وذلك لتنطلق أنشطة التحالف بعد إنهاء إجراءات التأسيس بشكلها الجديدة لخدمة المواطنين في كل أنحاء الجمهورية